قال الله تعالى إن الحسنات يذهب للسيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها استكثار من الأعمال الصالحة فيه فوائد عظيمة الفائدة الأولى أن الاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثانيا أن الأعمال الصالحة سبب في زيادة الحسنات فتزداد حسناتك وأنت في حاجة بل في ضرورة إلى زيادة الحسنات ثالثا أن الأعمال الصالحة سبب في رفعة الدرجات وتكفير السيئات قال الله تعالى إن الحسنات يذهب للسيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها رابعا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله تعالى كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه من فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه إنسان مثلا من عادته أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يأتي إلى المسجد الحرام يصلي جميع الصلاوات الخمس ويتبع الجلائز ويعود المرضى ويصل الأرحام ولكن حصل له مرض ولم يتمكن من هذه الأعمال يكتب الله له أجرها وهو نائم على فراشه ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا يحثنا أيها الإخوة على أن نحرص على استدامة الأعمال الصالحة لأجل أنه إذا حيل بيننا وبينها لعارض من مرض أو سفر أو نحوه فإن الله تعالى يكتب لنا أجرها من فوائج الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها سبب لتفريج الكروب وزوار الهموم والغموم ورفع الشدة فإذا وقعت في شدة وكرب فإن الله تعالى يفرج همك وينفس كربك ويزيل شدتك بسبب أعمالك الصالحة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فمتى تعرفت إلى الله تعالى في الرخاء بالاكثار من الأعمال الصالحة عرفك في الشدة ولا يخفى على الجميع قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله هذا توسل ببره لوالديه والآخر بعفته والثالث بأمانته حتى إن فرجت الصخرة شيئاً فشيئاً فخرجوا يمشون في الشمس من فوائد أيضاً الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب كما تقدم للنجاة من الفتن والمحن والرزايا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً فأحث نفسي وإياكم أيها الإخوة أن نحرص على أن نستكثر في حياتنا الدنيا من الأعمال الصالحة فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت وإذا فجأك الموت انقطع عملك فما دمت في الدنيا فأنت تستطيع العمل ولكنك إذا مت وتوفاك الله تعالى توقف عنك العمل